ساية منشر أوامر بالقبض الدولية ضد المضبيرين الموجودين في حالة فرار وعلى رأسهم رئيس الحركة الانفصالية المتواجد في حالة فرار من أهم ما اكتشفته التحقيقات من نقاط الهامة لفصيون أن عدة معطيات تدل على وجود تدبير مسبق وممنهج اثنين وجود دور العنصر الأجنبي التي أكدته معطيات تقنية أولا في التدبير لهذه الواقعة التخطيط لها وكذا ترويجها بغرض تأجيج النفوس وخلق الهلع وعدم الاستقرار نقاط الهالة التأكتير ما خلص إليه التحقيق هو وجود التأكتير ممنهج للعنصر المنتمية لحركة الماك خلال الواقعة تحقيق على خلال الواقع على خلال الواقع